الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد فانطلاق من قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَجَبَ أَنْ نَتَأَمَّلَ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي أَسْبَغَهَا عَلِيْنَا وَنَشْكُرَهُ عَلِيْهَا لقوله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن الإحساس بجمال ونعمة الطبيعة شعور موجود لدى كل إنسان والعاقل يتأمل بسرور وبهجة مكنونات الطبيعة من الأشجار المختلفة والظهور المتنوعة والظهور المتنوعة ويتأمل في السماء وزينتها ويتأمل في كل ما خلقه الله تعالى وجمال الطبيعة بكل أنواعها دليل قاطع على قدرة الله تعالى وأنموذج بسيط للجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين تفكر أيها الإنسان في نعم الله تعالى عليك وأعظمها نعمة الهداية المؤدية إلى الجنة تأمل في نعمة الأمن والأمان لتعمل من أجل أمن الجنة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تأمل في نعمة الصحة والعافية لتعبد ربك تأمل في نعمة الطعام والشراب لتشكر الله تأمل نعمة اللباس لتستور قبائحك بالتوبة تأمل نعمة المسكن لتعرف نعمة السعادة تأمل نعمة البصل لتشاهد هذه المشاهد الجميلة ما أعظمك يا ربنا وما أبدعك صنعت فأتقنت خلقت فسويت وقدرت فهديت فسبحانك فسبحانك من عظيم وسبحانك من قادر وسبحانك من حليم عليم وقد قلت وأمرت وأمرك متاع سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه العاقل من يقول سبحان الله وهو يرى جمال الخالق سبحانه وتعالى ولا ننسى أن الشاعر العربي تأثر بالطبيعة فأبدع فيها نكتفي بأبيات بن خفاجة في وصف روضة من قصيدة مطلعها وكمامة حدر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار في أبطح رضعت ثغور أقاحه أخلاف كل غمامة وكل غمامة مدرار فحللت حيث الماء صفحة ضاحك والظل ينضح أوجه الأشجار فسبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين